اكد رئيس عبدالفتاح السيسي ان تحقيق الحلم وتغيير الواقع على الافضل بحاجة الى تكاتف جهود الدولة والمواطن مشيرا الى ان الدولة لا تدخر جهدا من اجل توفير حياة كريمة المواطنين جاء ذلك خلال افتتاح عدد من مشروعات اسكان بديل المناطق غير الامنة من مدينة السادس من اكتوبر حيث اكد رئيس السيسي ان الدولة تخطط لبناء اكثر من مليون وحدة سكنية في عواصم المخافضات لمواجهة البناء غير المخطط بتكلفة تتخطى 250 مليار جنيه هذا ودع رئيس السيسي الجميع دولة وشعبا الى التكاتف من اجل الحفاظ على الاراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها كما شدد على ان استمرار النمو السكني بمعدلاته الحالية يعرقل جهود التنمية مشيرا الى ان تلك القضية هي اساس جميع التحديات التي تواجه الدولة اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توافر مخزون كبير من السلع الاستراتيجية مشددا على انه لن يتم السماح لأي فرد بالتلاعب في الاسعار او تخزين اي سلعة بهدف رفع اسعارها كما شدد مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين على ضرورة استكمال ازالة التعديات على فرعي النيل براشيد وضمياط والتشديد على عدم السماح بأي تعد او مخالفة على المجال المائية والاراضي الزراعية مشيرا الى اهمية استعداد المحافظات بشكل كامل للتقلبات الجوية والانطار الغزيرة كما اوضح مدبولي خلال الاجتماع ان مصر لديها حاليا كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة مشددا على التأكد من تطعيم كل العاملين في الجهات الادارية التابعة للمحافظات اعلنت مفاوضية الانتخابات في العراق ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43% واضفت مفاوضية الانتخابات ان مجموعة من ادلوا باصواتهم في العملية الانتخابية تجاوز 9 ملايين و600 الف ناخب واشرت المفاوضية خلال مؤتمر صحفي الى ان نتائج محطات الفرز اليدوي في مراكز الاقتراع كانت مطابقة بنسبة 100% لنتائج الفرز الالكترونية وكشفت المفاوضية ان جميع العمليات جرت بحضور فريق الامم المتحدة ومراقب الاتحاد الاوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الانسان ولجنة الامنية العليا مشيرة الى انه تم التعامل مع طون بحيادية اكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم القاء القبض على 19 شخصا حتى الان على خلفية اعمال العنف المسلح بمناطق الطيونة وعين الرومانة والشياح بالعاصمة بيروت واضف سليم ان التحقيقات الاولية تفيد بان اعمال العنف بدأت شرارتها بتدافع واشتباك في منطقة الطيونة واطلاق نار من الجانبين مؤشرا الى ان المقبوض عليهم من المشتبه في تورطهم باعمال العنف من الطرفين اعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين اطلقتهما قوات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية واضف التحالف انه يتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية اعلنت وزارة الصحة خروج ثمانمائة وخمسة وخمسين متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفارس الى مائتين وثمانية وستين الفا ومائتين وعشر حالات كما اشرت الوزارة في بيانها اليومي الى تسجيل ثمانمائة واربع وسبعين حالة جديدة ثبتت ايجابية تحليلها معمليا للفارس واثنتين واربعين حالة وفاة جديدة اظهرت بيانات معهد روبرت كاكل الامراض المعدية تسجيل ثمانية الاف وستمائة واثنتين وثمانين اصابة جديدة بفارس كورونا في المانيا ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعين الفا وسبعمائة وتسع وتمانين حالة واشر المعهد في بيانه اليومي الى تسجيل سبع عشرة وفاة جديدة بالفارس في البلاد لترتفع حاصلة الوفيات الى اربعة وتسعين الفا وستمائة وثمانية عشرة حالة